طيب كنت تتكلم على التلحم المواسم كنت تتكلم يعني الحقيقة مش بس تلحم المواسم مش بس حالة الإيجاد أنا بتهلي كمان إنه جدول المسابقة السندي يعني استثنائي أنا ما شفتش على مدار السنين السنين كلها الحقيقة فرقة بتلعب أكتر من المطشاط الدول الأول فأقل من شهرين يعني ما حصلتش قبل كده كنت بتكلم مع حضرك بنتكلم إن كل أربع تيام مطش الأربع تيام دول المطش أنت بتلعبه بعد كده الاستشفى تاني يوم بعد كده ما فيش حاجة يعني هنتكلم في محاضرة بعد كده التطريبات الخفيفة بعد كده السفر لمبارات تانية أو لو في القيارة هتخدش في معسكر الأربع تيام دي إحنا على الأقل كنا بنقول أسبوع لو حتى فيه مبارات مضغوطة بتبقى خمس تيام تعتبر إن اليوم اللي ما قبل المبارات بتصحح فيه حاجات وتلعب الكهر السبتة والحاجات البسيطة اللي بيبقى فيها اتفاق ما بين الجهاز الفني واللعايبة بعد كده بيبقى فيه تجميع من اللعابة ما فيش وقت انت ما تكلمش فيش وقت يا سوز أحمد دلوقتي الموضوع مضغوط كمان مضغوط على لعابة النادي الأهلي أهم حاجة يسيب كل ده يحط وراء ظهره ويفكر في حاجة واحدة بس الأربع متشاط 12 بونت ما تبصش لحد ما تبصش للميديا بتكتب إيه ما تتكلمش عن أي حاجة بتتقيل انت عارف هدفك وكلمة والناس هتفهمها كويس يمقرنا ويمقر الله والله خير المكرين احنا عارفين احنا هنشتغل ازاي واحنا مطلوب مننا هنوصل لإيه الهدف الوحيد ل 12 بونت بعد كده غيرنا يبص علينا احنا مش هنبص على حد حصل الكتير قوي معنا واحنا موجودين في النادي الأهلي في التسعينيات كان بيبقى الفرق 9 و 11 بونت وكان في حديث مرة بيني وبنكاب ثابت وحنا في غرفة الملابس رحمة الله عليه قال لي كلمة بقول له يا كابتن دفضل ديقة خلاص احنا كده تمام تمام قال لي بتهيأ لك ديقة ونزل الكابتن احمد الكاس احرز هدف وخيسب المحلة في ديقتين الوقت الضايع ولا الثلاث دقايق هدفين خلاص اماتش موضوع انتهى اقل ماتش كل الناس كانت عارفة ان هو هيبقى سكور من نادي زمالك زمالك خسر في السويس 1-0 كورة احمد متولي واحنا تربعنا على جدول دولي وكان المسافة قريبا جدا وكنا بنقول عمرنا ما هنوصل والمسافة 9 و 10 مش هنقعد نندب على اللي فات ونقعد نتكلم على الاديل